أزمة شح السيولة النقدية التي تعيشها ليبيا منذ أشهر طويلة تلقي بظلالها على كامل مناح الحياة في البلاد وقد انعكست سلما على فرحة الأهالي بحلول العيد إذ يبقى المواطن حائرا في شراء الملابس الجديدة وتوفير لوازم العيد المعتاد على شرائها بكل موسم وإسعاد أفراد أسرته في ظل ما تشهده الأسواق من غلاء في توفير المواد الأساسية للحياة المعيشية اليومية إذ بات المشهد علامة صارخة على عدم قدرة المركزي وضع حلول للأزمة مشاهد التدافع والانتظار للمئات من المواطنين أمام البنوك يوميا لساعات طويلة في عدة مناطق بهدف سحب جزء من أموالهم أصبح أمرا روتينيا حيث يراوح سقف السحب بين 200 دينار وألف دينار وذلك يختلف من مصرف إلى آخر ومع تواصل الأزمة وعجز المسؤولين تتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المنددة بهذه الأوضاع المتردية في عدد من المدن بالبلاد الأمر الذي اضطر معه المواطنون إلى اللجوء للتعامل بالسقوك المصدقة والاقتراض حيث يحمل الكثيرون المجلس الرئاسي وحكومته المسؤولية الكاملة عن استفحال أزمة نقص سيولة وانتظار المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف للحصول على مبالغ زهيدة في ظل المصاريف العالية التي تحتاجها العائلة الليبية لعيد الفطر المبارك اشتركوا في القناة